خلينا سألك محمد برضو على فيتوريا نقدر اللي احنا نحكم من خلال مباراة يمكن ان نجر ترتبها ال211 على العالم فهل المباراة دي نقدر اللي احنا نحكم فيها كبدايات لفيتوريا ولا ننتظر وشايف التناغم في الملعب كان عامل ازاي لا بدر جدا بدر ان انا احكم على فيتوريا في توقيت زي ده لا بدر جدا لازم يكون يعني انا وجد نظر ان اي مدرد منتخب مصر لازم ياخد يعني بنكلم من ستشهر لسنة حسب عدد المباراة كمان لان في نهاية التجمعات الكتير ما بيكونش كتير للمنتخب فيه توقف لسه جاي عشان كس العالم فيه ده اول معسكر لي فهو محتاج وقت طوي جدا عشان يقدر كمان يمكن ما فيش دورة كمان حتى الان ما فيش مباراة فلازم يبدأ يشوف الدور يشوف اللعيبة يبدأ يختار يبدأ لعب مثلا خمس مرشاط عشر مرشاط يلعب مع منافسين اقوية كل الحاجات دي بتفرق مع اختيارات وانت طالما اخترت مدرد اجنبي ومقتنع بالمشروع بتاعه التعاقد معك موسمين كمان سنتين فبالتالي هو عند وقت طويل فلازم تدي له وقته الكافي اللي يقدر يبني فيه مشروع يعني المشروع كويس يبدأ يختار لعيبة يبدأ يطور لعيبة المتخب يدخل احنا كمان متعاقدي لغاية عشرين ستة عشرين اربعة سنة يعني فهو فيه وقت طويل جدا هو يقدر يختار لعيبة ويشتغل فبالتالي لازم تسيبه يشتغل هلنا بنتكلم على كاسة العالم ستة وعشرين بنتكلم على ام افريقيا لسه بنتكلم في معانا سنة ومعانا سنتين فلازم ياخد وقت كافي عشين يلعب في الوقت كافي ده اللي بيبان التخطيط للمنتخب هو زي مخطط المنتخب بيلعب مرشاط وديها مع مين بيختار فرق ضعيفة ولا فرق قوية هل عنده رغبة في الاحتكاج بعد كبير من اللاعبين ولا لا بعد كبير من منتخبات الكبيرة ولا لا يمكن احنا فترة كنا بنتجنب ان احنا نلعب مع منتخبات كبيرة مرشاط وديها فده طبعا بيكون شوفت الجوالات اللي عملها قبل المعسكر في عدب من الاندية وكان اعتقد ده بيتابع وبيشوف بيتابع طبعا وبيحل الأداء وبيعمل كواسات بدنيا اللاعبين وبيحل الأداء وبيشوف كل لعيبة وده اللي احنا شوفنا واحد زي محمود حمادة مثلا من فرقه بيلعب مفاجأة 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 للجميع مثلا وجود مفاجأة اعتقد لما الدور كمان يبدأ ويبدأ يبص على كل الاندية والامور تيمشي بشكل افضل هيبص على عدد كبير من اللاعبين احنا محتاجين ده محتاجين احنا نوسع القاعدة محتاجين نختار اه محتاجين ده بشكل كبير اه